حفى صندوق النقد الدولي مجموعة العشرين لبحث سبل مساعدة الدول الغنية للصندوق بنحو 100 مليار من أجل مساعدة الدول الفقيرة ويكتمع وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على مدار يومين لبحث كيفية وضع مقترحات لمنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية ووضع التنفيذ بهدف التوصل إلى اتفاق النهائي في قمة قادة مجموعة العشرين في روما المزمع عقدها في أكتوبر ومن المتوقع أن تمنح مجموعة العشرين تأييدها السياسي لخطط القواعد الجديدة بشأن الضرائب المفروضة على الشركات